كنتم مشاهدين أهلا بكم إلى جولة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما تم تدوله على المنصات فيسبوك انستجرام تويتر ومختلف المنصات ولازال يتصدر التراند طبعا الهاشتاك زلزال سوريا تركيا ولازالت أيضا هذه الصبر المؤلمة لازالت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه الصورة التي كانت لأحد الأشخاص وهو يمسك بيد ابنته في تركيا في منطقة أحد المناطق التي وقع فيها الزلزال والتي رصدها أحد المصورين التابعين لوكالة الأنباء الفرنسية وتكلم عن حصرة هذا الأب الذي بقي لمدة 30 ساعة بجنب يد ابنته البلغة من العمر 14 عاما أيضا صورة أخرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعة الأخيرة ولهي لهذه الطفلة البرعومة مع أخيها هذه الطفلة البلغة خمس سنوات كانت تحمي أخاها بيدها وهي تحت الأنقاض وهو أخها الذي يبلغ أيضا 11 شهر لم يكمل حتى السنة وصورة لبطولة ولشجاعة الحماية المدنية الجزائرية من تحت الأنقاض تواصل جهودها لغاية هذه الساعات لإنقاذ الضحايا في تركيا وفي سوريا والصور المؤلمة كثيرة جدا مشاهدين ولزال الزلزال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عديدة انتشرت خلال الساعات الأخيرة وأبرز القصص التي لزادت تثير حافظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بالتنبؤات تنبؤات بعض العلماء وأيضا بعض الباحثين حيث ظهر العالم الذي تنبأ بحضوط الزلزال التركي السوري قبل ثلاثة أيام من وقوعه فجر الاثنين الماضي وهو الباحث الهولندي فرانك هوغر بيتس البالغ خمسة وخمسون عاما في فيديو تم بثه أول أمس الجمعة عبر صفحته في اليوتيوب تنبأ فيه مرة جديدة بحضوط هزة قوية كما تحدث عن إمكانية حضوط زلزال يشمل مصر ولبنان تلكلم أيضا عن إمكانية حضوط الهزة في دولتين كما أشرت منذ قليل في مصر ولبنان فقال نعم لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي ولكن لا يمكن أن نتزم بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو الخمس أو العشر سنوات المقبلة بما أن التنبؤ بتاريخ حدوط الهزة أمر مستحيل مثل ما قال هذا الباحث الهولندي وقال أيضا فإننا نستعين بموقع القمر وتقلبات المناخية المحتملة لكشف هذه المناطق التي ستقع فيها الزلازل نتابع ما قاله هذا الباحث الهولندي الآن الناس مرسلتني لأن هناك مقبلة 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 أو حتى في المنطقة أخرى لنجب أن نظر لأن هذه المنطقة تقلق على مقبلة 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 لكننا لا يمكن أن نقول بسيطة المقبلة إذا كانت تحدث في المنطقة المقبلة أو حتى في مقبلة أكثر 10 عاما لا يمكن أن نعرف ما نفعل بزراجة نفعل التفاصيل من الوقتين